فعلم من ذلك هو أن نسبة اليتيم إلى فلان أو فلان ليست هي المهمة وإنما كفالة هذا اليتيم ورعاية هذا اليتيم والقيام على شؤون هذا اليتيم هو المخصود في شرع الله تبارك وتعالى ففكر الناس أن ينسب هذا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفكر النبي في ذلك إلى أن نهات الله تبارك وتعالى عن هذا التبني فقال ادعوهم لآبائهم هو أقصته عند الله وكان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم محفوفا بالراحة منعما مقرما وكأنه في بيت أبيه ولم يجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوة أو خشونة أو غضة أو حتى يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه فاقدا لأهله أو فاقدا لوالده أو لوالدته بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق له في أعلى نموذج لكفالة الأيتام وتربية الأيتام يحقق له الحماية والرعاية حتى أن الناس ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينسبه إلى نفسه من شدة الحب ومن شدة الرعاية والكفالة نعم شروط كفالة اليتيم أولا شروط كفالة اليتيم لا شروط لها لا شروط لها سوى أن المسلم يكون مسلما حقا يتقل لها سبحانه وتعالى يعني مش لازم يكون مقتدر ماديا حتى لا مش لازم لأنك أنت اليتيم بهوا بتجودي عليه مما أعطاك الله تبارك وتعالى الناس تظن أن كفالة الأيتام هي كفالة مادية وحدها الكفالة أيضا كد تكون كفالة معنوية بالقلب وبالاهتمام وبالسؤال عنه وبمعرفة أحواله وهذه لها ثواب كبير جدا يعادل بالضبط ثواب إعطاء الصدقة وإعطاء المال والإطعام ترجمة نانسي قنقر